قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير شؤون الدوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ظهر اليوم بحضور حفل الذكرى السبعين لإفتتاح كنيسة القديس بول وذلك في منطقة الأحمد هذا وألقى المطران مايكل الويس مطران قبرص والخليج للكنيسة الإنكلاكنيكية كما كلمة أشاد فيها بالشعب الكويتي وما يتميز به من روح التسامح والتعايش السلمي عبر تاريخ